في كتير من الشباب بيحاولوا يجذبوا فتاة الأحلام بس بيحسوا إنهم ما عم يقدروا يوصلوا لأي مكان تعرفوا ليش؟ لأنه في شوية خطوات بسيطة إذا عرفتوها رح تغير كل شي تتخيلوا إنه بس بها الخطوات اللي رح نحكي عليهم بالفيديو البنت الحلوة اللي الكل بيتمنيها رح تختارك انتا مش مسدين كذل ما بتكون خلونا نبلش ولما نخلص الفيديو اكتبولي بالتعليقات إذا كان هالشي ممكن أم لا ضغطوا لايك وكملوا معي أوكي هلأ خلينا نحكي بصراحة كلنا شفنا هالبنت الحلوة اللي أي شاب ممكن يتمنيها عم نحكي عنا إنها حلوة مش بس بالشكل ممكن تكون حلوة كمان بأخليقة صح؟ بتفوت على الغرفة وكل عيوني عليها وكل الأمهات بيتمنوها زوجة لأولادهم بس أنت عم تسأل حالك كيف بقدر خليها تختارني أنا أو تعجب فيي أنا؟ رح خبرك بستر شوية خطوات إذا ركزت عليها رح تنقي حالك بالمقدمة أول خطوة بدك تكون واسق من حالك صدقني الثقة بالنفس هي مفتاح كل شي لما تكون واسق بنفسك البنت رح تحس بهالشي فورا ما في حدا بيحب يتعرف على شخص متردد أو مهزوز بدك تمشي براس مرفوع وتكون مرتاح بحالك كيف بتعمل هيك؟ بسيطة ركز على نقاط قوتك كل واحد فينا عنده شي بميزه سواء كان طريقة حديثه مواهبه أو حتى طيبة قلبه لما تعرف شو اللي بيخليك مميز وتفرجيه بكل بساطة وبدون مبالغة أو غرور الثقة بالنفس رح تظهر بشكل طبيعي الخطوة الثانية اللي بتقدر تعملها كون على طبيعتك كتير من الشباب وحتى من البنات بحاولوا يكونوا شخصيات مختلفة بس لا يلفتوا نظر اللي بحبون هالشي غالبا ما بيمشي البنات رح تحب الشخص اللي هو صادق وطبيعي اذا كنت عم تلعب دور مش دورك عاجلا ام ااجلا رح تنكشف كرمال هيك كون انت على طبيعتك حتى لو كنت غريب شوي لانه هيدا اللي بيخليك مختلف عن البقية خطوة الثالث اللي بدي منك تعملها انك تسمع منيح في ناس مفكرة انه لازم تحكي كتير لحتى تبهر البنت بس بالحقيقة الاصغاء اهم بكتير لما تحكي مع بنت ركز على شو عم بتقول هيدا البنت سألها عن اهتماماتها واظهر انت اهتمامك الحقيقي بكلامة هيك رح تفرجيها انه انت فعلا مهتم فيها مش بس بالشكل الخارجي وحاول تربط بين مواضيع بتهمها وبين اهتماماتك الشخصية هيك المحادثة رح تكون اعمى وممتعة اكثر خطوة الرابعة اللي بدي منك تنتبه له انك تهتم بمظهرك مش ضروري تكون سوبر ماضل بس النظافة والترتيب يلعبوا دور كبير البنت رح تلاحظ اذا كنت مرتب وبتحافظ على نظافتك البوسشي بيعكس شخصيتك وبيخليك تحس بالراحة ما في ضرورة للبذخ مش ضروري تروح تجيبي برندات بس خلي طالتك تكون مرتبية النقطة الخامسة كون شخص داعم البنت بتحب تكون مع شخص بيدعمها وبشجعها اذا كانت عندها احلام او اهداف لازم تشجعها وتكون حدة لتحققها هالشي بخليها تشوفك كشخص ايجابي وقوي بنفس الوقت خليها تحس انك رح تكون موجود لدعمها وقت تحتاجك وهالشي مش بس بالكلام كمان لازم يكون بالافعال النقطة السادسة كون شوي غامض ما تكشف كل وراءك باول لقاء خلي عندك شوية اسرار او هوايات ما تحكي عنها مباشرة البنت بتحب تتعرف على شخص عنده عمق واشية مش معروفة هالشي بخليها متشوقة تعرف اكتر عنك الخطوة السابعة عبر عن اعجابك بلا باقة ما تكون كتير واضح لدرجة تخوفها بس كمان ما تكون بارد لما تشوف شيء بيعجبك فيها الا بشكل لطيف مثلا بحب طريقتك بالتفكير او اسلوبك بالمزاح ممتع هالنوع من المجاملات البسيطة بخليها تحس بالراحة وبالاعجاب بنفس الوقت الخطوة التامنة كون ايجابة ومبتهج الطاعة الايجابية يصادية معدية والبنت بتحب تكون مع شخص بخليها تحس بالسعادة وبالراحة كرمال هيك لما تكون ايجابة وتضحك على الامور صغيرة قبل لكبيرة تعطيها شعور انك شخص مرح وحلو المعشر والضحك بيكسر الجليد ويخلي الوقت يمرق بسرعة الخطوة التاسعة كون مسؤول ومهتم البنت بتحب الشاب اللي بيظهر اهتمام ومسؤولية اذا شفتها تعبانة سألها اذا بده شيء او اذا كان في شيء ممكن تعمله كرمال تحسن مزاجة الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة هاي بيظهر انك شخص بتهتم وما بتاخد الامور باستخفاف وهلأ وصلنا لعاشرا اصنع ذكريات مشتركة اقترح عليها نشاطات او اماكن جديدة ممكن تزوروها سواء لما تعمله شيء ممتع وجديد مع بعض هيدا الشيء رح يصنع ذكريات حلوة بيناتكن وبيخليها طربتك باوقات حلوة جرب تاخدها لمكان جديد او حتى مجرد نزهة بسيطة بمكان حلو يخيب الحديقة العامة هالشيء رح يثبت ذكرياتك بعقلها خلصنا عشر خطوات شفتو كيف ع السريع ولسه في خطوات تانية شفتو حلقة دسمي باحدا يعترض خطوة رقم 11 كون شخص صاحب نكتة هايدي عطول انا بقولة باغلب فيديوهاتي المزاح والضحك بيخلوا المحادثة تكون اخف وامتع البنت بتحب الشاب اللي بيعرف يضحكها مش ضروري تكون كوميدي مش عادل امام ولا السمير غانم بس شوية تحس فكاها يفرق كتير اذا كنت عارف اتنكت بشكل لطيف او تحكي قصص بالضحك عن مواقف صارت معك رح تلاقيها دايما مستمتعة بالحديث معك رح تنبسط بوجودك والاهم ما تاخد الامور بجدية زي دي خلي الحوار يكون خفيف يا ظريف الخطوة رقم 12 عبر عن تقديرك بشكل صادق كل بنت بتحب تحس انه الشاب بيفهم ايمتا وبيعرف يقدرها اذا شفت شي حلو فيها سواء كان اسلوبة ضحكتها او حتى شغفها لشي معين الا هشفيه بطريقة صادقة عبر عن اعجابك بهذه القصص اللي هي بتتميز بهم البنت بتحب تعرف انه انت شايفك شخص كتير مميز مش بس شكل حلو لما تعبر عن تقديرك لشي غير متوقع مثل طريق التفكيره او طريق التعامل مع الناس او كرام اخلاقه هيدا رح يفرق كتير معه الخطوة رقم 12 كون مستعد للمبادرة البنت يا صديقي بتحب الشاب الببادر وبيعرف شو بده سواء كانت المبادرة بطرح فكرة نشاط جديد بتعمله سوا او حتى مجرد اتخاذ قرار صغير مثل اتنقوا فيلم لا تحضروا لما تبيدر بتفرجيها انك شخص واثق وحاسم بس كمان بديك تنتبه بدك تكون مرن وتاخد رأيها بالحسبان هيك البنت بتحس انك بتهتم برأيها وانك مش متحكم البنت بتحب تحس انك قادر على القيادة بس بنفس الوقت تحترم عراءها يعني ما تعمل عليها عن طر بدك تنتبه خطوة رأم 14 كون مستمع جيد لأحاديثة صغيرة مش بس لمواضيع الكبيرة بتهم البنت حتى لأحاديث الصغيرة بتعني لها مثلا اذا قعدت لتخبرك عن يومها بالمدرسة او بالجامعة او بالشتغل اهتم واسألها عن التفاصيل مش تهز براسك بس او تقول لها لا احكي خوض واعطي لما تشوف انك عم تتذكر شؤالتك المرة الماضي كمان راح تحس انك عن جد مهتم بحياة اليومية وهالشي بيفرق معه كثير انت وعم تعمل كله للخطوات تجي للخطوة رأم 15 بتحط حلقة بدينتك خليك صبور وما تستعجل لأمور القصص الحلوة يا بابا تحتاج لوقت لتتطور ما تحاول تفرض حالك او تستعجل بالعلاقة خلي الأمور تمشي على طبيعتها وشوي شوي كل ما كنت صبور ومسترخة كل ما البنت راح تحس بالراحة اكتر خليها تاخد وقتها لتتعرف عليك وعلى شخصيتك مش تحكيه اول يوم وتاني يوم تقول لأمك روح اخطويل اياها روح الخطوة رأم 16 احترم مساحة الشخصية البنت بتحب الشخص اللي بيعطيها مساحة لتكون لحالة ما تحاول تكون لزقة ما تكون موجود بكل لحظة وبكل مكان خليك موجود بس ما تكون مزعج اذا كانت بحاجة لمساحة لتفكر او لتقضي وقت مع اصحابها احترمها الشيء هالاحترام رح يخليها تحترمك بدورة وتقدرك اكتر وكمان ترك لمجال انها تشتاق لك اولي هن الخطوات اللي اذا ركزت عليهم رح تكون الشخص اللي البنت المميزة الحلوة رح تختاره انت مانك بحاجة لتكون شخص مثالي بس بحاجة تكون حقيقي وواثق بنفسك ومهتم خلينا نبلش نطبق هالخطوات ونشوف كيف رح يتغير كل شيء اشتركوا في القناة